افتتح سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم أعمال الملتقة الدبلوماسي 2023 وفي كلمته الافتتاحية رحب سعادة الوزير بالحضور في الملتقة الذي يجمع بين كافة المسؤولين في وزارة الخارجية من رؤساء بعثات ورؤساء قطاعات ومدراء إدارات مهنئا إياهم بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين والذي يصادف الرابع عشر من يناير مشيدا بجهودهم البارزة لترسيخ أسس العمل الدبلوماسي وتنفيذ السياسة الخارجية للمملكة والدفاع عن مصالحها وبناء جسور متينة من التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة والصديقة تنفيذا للتوجيهات السامية والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزازه بالتشرف مع كبار المسؤولين بالوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة اليوم الدبلوماسي منوها بالتوجيهات الكريمة من سموه لمواصلة خطط تطوير منظومة العمل المؤسسي في المجال الدبلوماسي واستعرض سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد زياني برنامج أعمال الملتقى الدبلوماسي واللقاءات والجلسات الحوارية مؤكدا أهمية تبادل الأفكار والرؤى والتطلعات والوصول لأهداف مشتركة لتطوير أداء العمل الدبلوماسي البحريني هذا الملتقى مهم وإن شاء الله مثل ما تشرفنا اليوم كلنا بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأكد لنا بأن هذه انطلاقة بداية ورايحين نبني عليها وأكد لنا همية مثل هذه الملتقيات نلتقي فيها مع كبار المسؤولين والوزراء والقيادة الكريمة في مملكة البحرين للوقوف على كافة أمور السياسة الخارجية والدبلوماسية البحرينية